رسومات وألوان وأشكال مختلفة داخل لوحات رسمت بحرفية ودقة لكنها ليست لفنانين تشكيليين بل لمجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة لعبت هي الأطفال بفقر أول حاجة من كده برسم باخترى حاجات في عقلي وبرسمها فيه مساعدين بساعدوني في الأطفال هنا هو في المحط عملنا كذا لهم كثير وإصبحتنا إيدينا وقلوا مش عملنا إزاي صدفة كده وكمان عملنا شجرة وشمس وصمق وقمع وكل حاجة وعملنا تشيرت محمد صراح يعني كلنا نحب تشيرت محمد صراح جدا اسم محمد صراح يعني نفسنا بحان قوي بحان نفسنا بسامالك وحامد صراح تلطلق أول وباهتمام المؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة يساعدوا في تطوير مهاراتهم والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية بدأوا معنا من مرحلة كيجي لما بدأوا يكبروا ووصلوا لمرحلة سنوي ووصلوا لمرحلة سنوي ثالثة سنوي السنة دي بدأنا نفكر المستقبلين الولاد دول هيبقى أي مكان يعني هيبقى وضعوهم إيه في بعد كده بدأنا نفكر إحنا نعمل زي بورتوكول تعاون أو يعني مع المؤسسات التعليم العالي يعني زي المعاهد والكليات بدأنا نوجههم في ورش الخزف ورش الرسم ورش الطباعة طباعة الملابس وطبعوا تشيرتات بالشبلونة وطبعوا عملوا تشيرتات بالألوان بالعقد والربط عملوا شغل الخزف رائع بصراحة مشاعر أولياء الأمور باتت مختلطة بين انبهار بما قدمه الأولاد وبين مطالبات بأن ينالوا الرعاية الكاملة ليكونوا فاعلين في المجتمع كلنا عايزين ولدنا نشتغل وعايزين نتطمن عليهم يعني من مش عايز ابنه بأحسن حاجة وهم على فكرة يستهل أمن إنه ان شاء الله بإذن الله يكون ويتميز الأطفال الموهوبين من دول الاحتياجات الخاصة عن أقرانهم بمستوى عالم من التفكير الإبتكاري ويعبرون عن أفكارهم بأساليب متعددة واستطاعوا أن يثبتوا قدرتهم وتفوقهم في مجالات عدة هؤلاء الأطفال ليسوا بعاجزين كما يظن البعض بل هم قادرون ومبدعون وعظماء وما الإعاقة إلا إعاقة جسد وجهل وكسل فنعم يا من تعلمت فأبدعت وبقدرتك تألقت محمد الخطيب النيل محمد الخطيب النيل